اهلا بكم الى خلف الجدار البرنامج الذي نطل فيه على الشأن الاسرائيلي خطف ثلاثة مستوطنين اتى ساعقا مدويا خاليا مما يتبناه تاركا اسرائيل في حيرة من امرها في اتهام مباشر لحركة حماس لوم مؤذن للسلطة الفلسطينية اعتقالات وتهديدات واجراءات قانونية مخالفة للقالون الدولي والانساني نخصص اذا الجزئين الاولين من خلف الجدار لاسبوع اسرائيلي مصدوم من عملية اسر مبهمة بينما نسأل في المحول الاخير لماذا صوت نواب عرب داخل الكنيسة لرئيس اسرائيل رأوفين ريفلن اليمني المتطرف هذه اذا محاور خلف الجدار لحلقة هذا الاسبوع والبداية تكون للبانوراما يقتحم بشكل يومي مستوطنون من طلبات المعاهد الدينية تابعة للطيار القومي الديني بقيادة الحخام المتطرف يهودا جليك ساحة الاقصى تحت حماية الشرطة الاسرائيلية واكتبوا بن يمينة نياهو اصدر تعليمات لنشطاء في اليكود عفوا للاستعداد للانتخابات قريبة تعززها تحديات تهدد ائتلافه الحكومي واظهر استطلاع للرأي ان 33% من الجمهور يعتبرون ان جدعون ساعر يشكل التهديد الاكثر جدية على نتنياهو في حزب اليكود واستطلاع آخر اظهر ان عطف الجمهور اليهودي على المستوطنين انخفض منذ العام 2009 هذه اذا اخبار البانوراما الان نذهب لنرى كيف كان وقع خطف مستوطنين على اسرائيل ما ان اعلن خبر اختطاف المستوطنين السلاسة حتى بدأ الجنون الاعلامي والسياسي يتصاعد اتهامات لحركة حماس والسلطة الفلسطينية تقاضف للمسؤولية وحملات تضامن مع اهالي المستوطنين كيف تعاملت اذا اسرائيل مع قضية اسر المستوطنين سياسيا قانونيا وشعبيا نسأل الان دكتور عباس اسماعيل رئيس قسم الشؤون الاسرائيلية في الميدين اهلا بك دكتور عباس وضيفنا الدائم طبعا في المحور الداخلي من البرنامج والبداية تكون كالعادة مع تقرير من التلفزيون الاسرائيل استنفار امني وسياسي واعلامي وشعبي في اسرائيل بعيد اختطاف ثلاثة مستوطنين قرب الخليل الخميس الماضي سجلت اجتماعات متكردة للمجلس الوزاري المصغر وجلست تقدير للوضع بمشاركة اعلى المستويات في القيادات السياسية والامنية والعسكرية ومؤتمرات صحفية اليمين الاسرائيلي لم يفوت الفرصة لتسجيل بعض النقاط حول جملة من القوانين الخلافية قوانين عنصرية سعت احزاب اليمين الى تمرير ما هو قديم منها على عجل وتشريع قوانين اخرى جديدة على الصعيد الشعبي نظمت فعاليات تضامن عديدة مع الاهالي واقيمت صلوات بمشاركة حخامات كبار وبرغم الاهتمام الاعلامي البارز لهذا الحدث والتغطية الدائمة له عبر برامجها في القنوات الاسرائيلية وصفحات صحفها فرض تعتيم على تفاصيل العملية من قبل الرقابة العسكرية ما شرع الابواب امام الشائعات فاضطر الناتق باسم الجيش الاسرائيلي الى نفيها التضامن الواسع داخل اسرائيل لم يحل دون اندلاع حرب اتهامات بالتقصير والاهمال بين الشباك والشرطة والجيش والمطالبة بتشكيل لجان تحقيق سجال بلغ ذروته مع اعلان الحخام دوفلي اور ان عملية الخطف ما هي الا عقاب الهي على جملة القوانين المعادية للدين التي سنتها الكنيسة الحالية اختلاف التفسيرات اذا لعملية الخطف ولكن نستطيع ان نقول ان الصدمة هي الشعور العام لدى الاسرائيليين حينما اعلن هذا الخبر لا شك الصدمة ممكن نقول ان هي القاسم المشترك بين كل المكونات في اسرائيل تجاه ما حصل الصدمة من هول العملية بحد ذاتها باعتبارها انها المرة الاولى التي تشهد فيها الضفة الغربية عمليات اسرع اختطاف لثلاثة مستوطنين دفع اولى الصدمة من الاخفاق الاستخباري السابق واللاحق بمعنى انه تبين ان الاستخبارات العسكرية والشباك الاسرائيلي لم يكن لديهم معلومات ذلك الشرطة معلومات سابقة وايضا الاخفاق بعد حصول العملية الناجم اولا عن الخلل الذي وقع عند الشرطة الذي تمت بمجبه التأخر في ابلاغ الاجهزة المعنية في الجيش والشباك بحصول الاختطاف وثانيا انه بعد مرور اكثر من ثمانية ايام على عملية الاختطاف حتى الان لم يتمكن الاسرائيليون من الوصول الى طرف خيط يتيح لهم ان يحلوا اللغز ان يعرفوا مصير المختطفين وايضا هوية الخاطفين تحديدا وان يحدثوا انجازا وان لاحقا من خلال التوصل الى حل كل خيوط هذه العملية دكتور عباس في موضوع الاخفاق الذي حصل مع الشرطة ماذا حصل تحديدا احد المختفين اتصل بشرطة وقال لهم انهم اختطفوه ولكن لم يكون هناك تعاطي جدي مع تحذيره دائما في اي اخفاق يحصل تبدأ لعبة تبادل الاتهامات الآن الشرطة كانت هي من وجهت اليها سهام النقد والاتهام باعتبار انها تلقت اتصالا وان كان همسا قال فيه احد المختطفين انه عرض للخطف ولكن هذا الاتصال الذي تم تلقيه قرابة ما بين العاشرة الى الحادي عشرة مساء لم يتم نقله الى الجهات المعنية الا فجرا وبالتالي بعد هذه سبع ساعات اعتبرت ان سبع ساعات كانت كافية جدا للخاطفين اذا كان هناك خاطفون طبعا لان يهربوا وان يجدوا مسارا امنا ولكن هناك من علق على هذا الموضوع في السراء ان الخاطفين عندما نفذوا عملية اختطاء عملية الخطف لم يكن والد في حسبانهم بانه سوف يحصل اتصال وان الشرطة قد تتأخر وبالتالي حساباتهم كانت مبنية على ضرورة الاصراع في اسرع وقت ممكن من اجل الخروج بامان من عملية الاختطاف ولكن الشرطة تم تقديمها في هذه الحملة ككبش فداء صح التعبير اليها وجهة الاسم الانتقاد ويليها وجهة الاخفاقات بالدرجة الاولى ولكن الشرطة ومن يؤيدها لم يبقى ساكتا ايضا وجهة سهام الناقض الى الشباك لماذا لم يتمكن من الحصول على معلومات مسبقة وايضا الى الشباك وشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش يحكى عن ان هناك ثغرة استخبارية مهمة ادت الى هذه العملية يعني يمكن قول ان الذين خططوا لعملية الخطف هناك اجماع في اسرائيل انهم على قدر كبير من الحنكة من الدقة ومن التصرف بشكل دقيق جدا وحتى ذهب البعض للقول حتى توقيت العملية عملية الاختطاف التي تزامنت مع بدء العام المونديال ايضا هذا التوقيت كان مدروسا باعتبار ان الخاطفون كانوا يعتقدون ان في مثل هذا الوقت لا يكون هناك حركة سير كبيرة يضطر المستوطنون الى ان يستقلوا اي سيارة ممكن ان تقلهم وبالتالي هذا ايضا احدث نقاص حول اوتوستوب هذه مشكلة ان نظمت حملات لحث المستوطنين على عدم اتخاذ الاوتوستوب يعني توقيف اي احد يمر لكي يقوله اذا كان سائرا على نفس الطريق التي هو يتوجه اليها يبدو ان المستوطنين يعتمدون تحديدا طلاب المدارس الدينية على هذه الطريقة الرخيصة في الضفة الغربية لتنقلاتهم وهذه اشكالية يعني فاجأة بينها اشكالية كبيرة في اسرائيل يعني الجيش الاسرائيلي حتى عضاء افراد جيش الاسرائيلي وكذلك المستوطنين في السابق كان هذه وسيلة النقل المفضلة لديهم ولكن بعد تزايد مخاطر خصوص عمليات أسر كان هناك توجيهات سارمة جدا سواء تجاه الجنود او تجاه المستوطنين كي لا يقوموا بان يستقلوا سيارات خاصة لتوصلهم الى حيث يرون هذا الطلب هذا التوجيه لم يحظى باستجابة تامة في اسرائيل وبالتالي هؤلاء المستوطنون يمكن ان يكونوا كدفعوا سمن هذا الاستخفاف بهذا الاجراء هذا بحد ذاتي احدث ايضا نقاشا في اسرائيل بينما اعتبر ان عدم التذام المستوطنين بهذا الاجراء ادى الى هذا الا ما حصل وبينما اعتبر انه من تسخيف القضية القول بان القضية قضية اوتوستوب القضية اكبر من ذلك قضية قضية سياسية قضية لا علاقة بالاحتلال لا علاقة بالاسر لا علاقة بمجمل الصراع القائم ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين قبل ان تحدث عن تداعياتها ايضا هناك نقطة نقطة الشائعات والاخبار التي صدرت مباشرة بعد اعلان عن عملية الاسر هناك اشاعات صدرت لتقول بانهم قد حرروا وكان هناك عملية بطولية للجيش وقد حرر الاسر من اسر من المستوطنين والنقطة الشائع الاخرى بانهم قتلوا فهذه ايضا كانت اشكالية كبيرة بالنسبة للجيش والجمهور الاسرائيلي ربما هذه المرة الاولى التي تدخل مواقع التواصل الاجتماعي على الخط في اسرائيل وتصبح منبرا للشائعات والمعلومات عبر الواتس اوب او الفيسبوك وبالتالي هذا سببه بالدرجة الاولى هو اولا التعتيم الذي مارسته الرقابة العسكرية وهذا ايضا هناك من الصحفيين من وجه انتقاد الى هذا الاسلوب الذي يعود الى ستينيات القرن الماضي ولا تزال اسرائيل تعتمده التعتيم واخفاء المعلومات والمعطيات ترك هناك مساحة قام باشغالها وبتعبئتها بعد من او عدد كبير ممن دخلوا على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت الروايات تحاك وتنشر من كل حد من وصوب مما اضطر الناطق باسم جيش الاسرائيلي الى ان يصدر بيان اولا ان ينفي وهذا خلافا لعدده ما يتم تداوله وثانيا بدأت تنظر الاصوات لتدعو الى التحقيق مع من يقوم بهذه الاشاعات وبهذه الاعمال وايضا حتى البعض وجه اصابع الاتهام ايضا الى مجموعات بعينها مثل التيارات الحريدية باعتبارها انها هي قد تقوم تقف وراء هذه الاشاعات دكتور عباس من تداعيات ما حصل تسريع اقرار قانون الاطعام القصري للأسرى المضربين عن الطعام هناك معارضة كبيرة من قبل نقابة الاطباء في اسرائيل هذا الامر كيف ستتعاطى معه الحكومة هل سيكون لديها حجة الان لكي تمضي في هذا الاجراء وما هي الاجراءات الاخرى ايضا التي ستخدمها اسرائيل لتمضي بالتضييق اكثر على الفلسطينيين بعد هذه العملية يعني لابد من الاشارة لان اسرائيل والحكومة الاسرائيلية وصنع القرار في اسرائيل حاولوا من اللحظة الاولى تحويل هذا التهديد هذه الازمة تحويلها الى فرصة كيف؟ من خلال التصويب على السلطة الفلسطينية من خلال استغلال الموضوع لشن حملة اعلامية كبيرة جدا القول بان حكومة الوحدة ما بين حماس وفتح هي التي أدت الى هذه العملية وايضا انتهاذ الفرصة واستغلال الفرصة لتنفيذ خطط مبيتة كانت عند الاسرائيليين لضرب البنية التحتية لحركة حماس هذا التوظيف الاسرائيلي لم يقتصر على هذه المسائل انما كان هناك ايضا توظيفا داخليا لهذا الموضوع كان سواء كان حلبته الاساسية او صحته الاساسية كانت في الكنيسة عدد اضاء الكنيسة والاحزاب ايضا اليمينية حاولوا استغلال الاجواء التي كانت سائدة في اسرائيل من اجل تسريع مجموعة من القوانين منها قانون التغذية القصرية ومنها قانون الذي يمنع العفو عن اي اسير اسرائيلي اي اسير فلسطيني محكوم بالسجن من دون يعني من خلال منح الرئيس ان يمنحه العفو لابد من العودة ان تملك المحكمة حق ان تقرر في هذا الموضوع وقوانين اخرى يقول ان هذا الموضوع هذه القضية تحولت الى ساحة الاستثمار والتوظيف في السياق الداخلي الاسرائيلي وهناك ايضا جدل حصل عقب هذه العملية يتعلق بالنائب في الكنيسة حنين الزعبي وكل الجدل الذي حصل حول عدم او رفضها تسمية من خطف هؤلاء المستوطنين بالارهابي نشاهد هذا التقرير من التلفزيون الاسرائيلي الذي يشرح لنا ماذا حصل ماذا حلين الزعبي وتدعيت أيضا هذا التوصيف الذي قلته خنين الزعبي ממשיכה לתקוף את ישראל קודם בים והיום גם ביבשה חברת הכנסת מבלד ששתה על המרמרה ותמכה בפיגועים מגלה היום הבנה לליבם של חוטפי הנערים מגוש הציון זה מוזר שאנשים שנמצאים תחת כיבוש ושחיים חיים לא נורמליים ושחיים במציאות 17 חוטשת כל יום עצירים זה מוזר אחד שהם חושבים כלומר מבחינתך הם לא טרוריסטים הם לא טרוריסטים לזוהבי האימותים האלה כנראה לא מזיקים לא תחמיץ הזדמנות לעבור בין ערוצים כולל רעיון ידידותי בטלוויזיה האיראנית לא פחות לא פחות משבעה שרים וחברי כנסת מיירו לתקוף את זוהבים מפנייה ליועץ המשפטי דרך הצעת חוק ועד תלונות למשטרה בהמשך גם אימות ישיר בכנסת תשתתי עכשיו היא תשתתי עכשיו fik هذا يبدو لا يشاند دور كذلك كانت في القادمة اذهب لغزة يا خينا بوجدت هذا ما هي لا يجب أن نتحدث في الكنيسة إذن قضية حنينة زعبي قضية استدعت كثير من التصريحات وردود الأفعال في إسرائيل هل سيكون هناك إجراءات تتخذ بحقها لأن هناك مطالبة بطردها من الكنيسة من قبل المتطرفين هناك دعوات لاتخاذ إجراءات هناك مواقف جدا متطرفة تعقص ضيق الصدر الإسرائيليين بأي تعبير عن رأي آخر خلاف الشائع ولكن هذه الإجراءات التي يطالب كثيرون باتخاذها غير متاحة تطبيقها لاعتبارات قانونية لذلك هناك من بدأ يدعو إلى تعديل القوانين بالكنيسة بما يتيح أيضا منع عضاء كنيسة من أمثال عدوة الكنيسة حنين الزعبي من ممارسة نشاطها في الكنيسة وهذه ليست المرة الأولى التي تعرض لها الزعبي أو غيرها من أداء كنيسة العرب لانتقاد جارف لمجرد أنهم يعبرون عن رأي يختلف أو لا يعقص وجهة نظر الأغلبية اليهودية المتسلطة في إسرائيل وفي كل أحوال حنين الزعبي كانت مع الميادين وقد أخذت القناة الثانية مقطعا من هذه المقابلة وأكدت أنها ماضية في مواقفها شكرا لك دكتور عباس مع المدير قسم الشؤون الإسرائيلية في الميادين على كل هذه المعطايا والمعلومات مشاهدين ندعوكم لأن تبقوا معنا بعد الفاصل سنعود لنتابع خلف الجدار في خلف الجدار بعد قليل قواتنا اعتقلت حوالي 200 فلسطيني في إطار الجهود للعثور للشباب المختفين وأن أكثر من 80% منهم ينطمون إلى حركة حماس مجددا أهلا بكم إلى خلف الجدار عبر مسؤولون إسرائيليون عن قلق حكومتهم من تعاون أمريكي إيراني محتمل في العراق في تخوف من أن تضع أمريكا مصالحها قبل المصلحة الإسرائيلية صدقت لجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الخدس المحتلة على بناء 270 وحدة استيطانية جديدة في حي جبل أبو غنيم وسط مدينة القدس ومن جهات أخرى جند في إسرائيل 80 عضوا من مجلس الشيوخ الأمريكي الذين وقعوا على رسالة موجهة للرئيس باراك أوباما يعبرون فيها عن رفضهم لتعامل الإدارة الأمريكية مع الحكومة الجديدة الفلسطينية وتهديدهم بوقف المساعدات للسلطة أفكتور لبيرمن وزير الخارجية الإسرائيلية ذهب في جولة أفريقية للسعى إلى افتتاح أسواق جديدة أمام إسرائيل في أفريقيا في حال تفعلت المقاطعة الغربية الاقتصادية كما أعلن استعداد إسرائيل لمساعدة الدول الأفريقية على محاربة الإرهاب هذه إذن أخبار البانوراما في المحور الإقليمي الآن نذهب لتنتابع في موضوع خطف المستوطنين صارت الاتهامات الإسرائيلية على مستويين عقب عملية خطف المستوطنين أولا اتهام فوري لحركة حماس بمسؤوليتها عن هذه العملية على رغم إعلان الأخيرة أو عدم إعلان الأخيرة ذلك أما المستوى الآخر فهو اتهام للسلطة الفلسطينية بأن اتفاق المصالحة مع حماس هو ما أدى إلى هذه العملية وكل هذا ترافق مع تهديدات بشن عدوان جديد على قطاع غزة واعتقالات طالت قيادات في حركة حماس وتضييق الحصار أكثر على سكان قطاع غزة للمناقشة ينضم إلينا الآن دكتور سامي أبو زهري وهو المتحدث باسم حركة حماس يحدثنا من القطاع من غزة أهلا بك وقبل أن نبدأ معك الحوار سنذهب إلى هذا التقرير أسبوع مر تحديدا وفي الجيش يواصلون سعيهم للضغط على حماس عمليات اعتقال لمشتبه بهم للقيام بعمليات إرهابية والمحصلة نحو 280 معتقلا مدهمة منازل واستجواب ناشطين إرهابيين في الخليل رامالله نابلوس وجينيم الهدف الأول هو القصول على معلومات عن مصير المخطفين أو تمكن من القيام بعملية إنقاذ لن نتوقف في أي مكان نحن نتقدم وسنصل في نهاية الأمر إلى المخربين وسنصل أيضا إلى شبابنا المخطفين خلال العملية في جنين حصل تبادل لإطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين من دون وقوع إصابات في صفوف الجنود وأصيب فلسطينيا المؤسسة الأمنية تستغل ملاحقة الخاطفين لمعالجة واسعة النطاق للبنى التحتية للإرهاب في الضفة عملية ثانوية اسمها تنظيف الإصطبلات موجهة بشكل أساسي ضد حماس لكن أيضا ضد منظمات أخرى اعتقال ناشطين ودرب طرق الأموال التي تتدفق لتمويل الإرهاب في الضفة مصادرة حواسيب في فروع مصارف واعتقال صرفين وأعضاء في جمعيات ومنظمات تحصل على أموال من الخارج وتضخها في الضفة في هذه الأثناء الجمهور الفلسطيني يحافظ على ضبط النفس من غير الواضح لأي أحد إلى متى سيستمر هذا الأمر في غضون ذلك نحو 700 ألف فلسطيني يعيشون في منطقة الخليل تحت الحصار ويحتمل أن قدرة الاستيعاب والصبر لديهم آخذة بالنفاد دكتور سامي أبو زهري ما الذي يجعل برأيك إسرائيل متأكدة لهذا الحد بأن حركة حماس هي من قامت بخطف المستوطن بسم الله الرحمن الرحيم هذا سؤال يوجه للاحتلال ذاته لكن نحن نعتقد أن السلوك الإسرائيلي يؤكد أن هناك مخطط ممنهج معد سلفا لاستئصال حركة حماس على الأقل في الضفة المحتلة ومؤشرات على ذلك عديدة منها سرعة الاحتلال في اتهام حركة حماس أيضا اعتقال كل القيادة السياسية للحركة في الضفة الغربية اعتقال جميع النواب التابعي للحركة وفي مقدمتهم رئيس المجلس التشريع دكتور عزيز دويك رغم طبيعي أن الدكتور عزيز دويك هو شخصية سياسية وبعيدة عن العمل الميداني والعمل المقاوم بشكل مباشر كل هؤلاء تم اعتقالهم وبشكل سريع بعد الإعلان عن هذه القصة هذا يؤكد أنه نحن أمام مخطط إسرائيلي معد سلفا تم توظيف هذه القصة بهدف تنفيذ هذا المخطط ضد حركة حماس تقول إسرائيل دكتور سامي أبو زهري بأنها وجهت ضربة قاسية لحركة حماس في الضفة الغربية تحديدا لبنيتها التحتية والتنظيمية هل صحيح تلقيتم ضربة قاسية من إسرائيل كما هي تقول هناك حملة اعتقالات واسعة وهي مستمرة ونوعية لكن دعيني أقول أن كل هذه الاعتقالات لا يمكن أن تفلح في التأثير على حركة حماس لا يمكن أن تحقق هذه الاعتقالات أهدافها لأن حركة حماس هي حركة متجذرة في الشارع الفلسطيني هي ليست سوبر ماركت ليغلق بهذه السهولة هي حركة شعبية محتضنة من الشارع الفلسطيني هي حركة واسعة كبيرة موجودة في كل قطاعات شعبنا وعلاقاتها جيدة مع كل القوى الفلسطينية وبالتالي الاحتلال لن يفلح في تغييب حركة حماس أو الإجهاز عليها كما يعتقد واعتقد أنه صحيح أن الاحتلال يحاول أن يجهز على الحركة لكن أيضا هناك بعد شكلي له علاقة بالتعويض النفسي أمام المجتمع الإسرائيلي الذي بات مصدوما في ظل قدرات المقاومة الفلسطينية لماذا لم نلاحظ على رغم الحملة الكبيرة التي تقوم بها إسرائيل في الضفة من اعتقالات وغيره لماذا لم يكن هناك رد فعل من قبل الحركة من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية بواجه هذه الحملة الإسرائيلية؟ عمليا المقامة في الضفة مكبلة بحكم إجراءات التنسيق الأمنية التي قامت بها الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة على مدار على الأقل سبع سنوات وبالتالي المقامة تكتفي بالتخطيط بين الحين والآخر لعمليات نستطيع أن نقول أنها نوعية أما ما دون ذلك ما نستطيع أن نقول نعم هناك اعتقالات لكن هذه الاعتقالات ماذا بعد؟ حركة حماس عملية تتعرض لاعتقالات بين الحين والآخر خاصة في الضفة المحتلة ولكن الحركة قائمة والحركة متجذرة وبالتالي نحن نسنا قلقين على مصير الحركة ولا على قوتها وبعدين هذه معركة ليس من سهل حسنها في ساعة أو ساعتين ما نستطيع أن نقوله أن الأيام بيننا وهذا المحتل في ظل استمرار جرائم ونحن نؤكد أنه سيأتي الوقت الذي يدفع فيه ثمن كل هذه الجرائم بحق شعبنا وبحق حركة حماس وقوى المقامة دكتور أبو زهري في مقابل هذا التأكيد منك على أن الحركة لا يمكن أن تتضرر أو تضعف إسرائيل تقول بأنها تريد أن تقوم بعملية كيل الوعي الفلسطيني تحديدا لحركة حماس من خلال كل هذه الاعتقالات لكي لا تتكرر عملية الخطف فيما بعد يعني أن تخاف أن تجبن أن ترهب هذه الاعتقالات الكبيرة والتي تقول أنت بأنها نوعية يعني كيف لا يمكن أن تضر بكم ما هي الخطة المقابلة التي تملكها حماس لمواجهة هذه الهجمة الإسرائيلية عليها لا هو أنه في تأثير لهذه الحمل بلا شك هناك تأثير لكن هدف الحمل الأساسي ليس التأثير الهدف هو استئصال حركة حماس وهذا ما نؤكد أنه لا يمكن أن يفلح فيه يفلح فيه الاحتلال الإسرائيلي مسألة كيل وعي نعم الاحتلال أحد أهدافه وكيل وعي ويريد أن يصير رسالة إلى حماس أنكم إذا فكرتم في هذه القصة في هذه المرة أو في مرة أخرى أو هي رسالة لنا ولغيرنا فإن الثمن سيكون باهظا ونحن نقول اليوم عبر قناة الميادين مثل ما قلنا في محطات سابقة حماس لا زالت ملتزمة بتحرير الأسرة في سجول الاحتلال حماس ستلجأ لكل وسائل القوة لتحرير الأسرة الفلسطينيين وفي مقدمة ذلك خطف جنود ومستوطنية هذا المحتل صحيح أن حماس لم تعلق حتى اللحظة على ما جرى في الخليل هذا وفقط الموجود في الإعلام هو الرواية الأمنية الإسرائيلية لكن من حيث المبدأ حماس ملتزمة ستبقى ملتزمة باستخدام كل وسائل قوة لتحرير الأسرة وبالتالي كل محاولات الاحتلال لكي الوعي أو لإرهاب حماس وقوة المقامة هي وسائل فاشلة ولن تفلح في تحقيق أهدافها أما حماس أن تتأثر أو لا تتأثر أن تتراجع في ظل هذا الهجمة نحن نريد أن نذكر أن الاحتلال اختال كل قيادة حراكة حماس التاريخية على الأقل في قطاع غزة كلها تم تصفيتها وحماس لم تتراجع بل تقدمت للأمام التالي حماس حركة ولودة لديها قيادات جاهزة بالسمرار تستطيع أن تعود كل ما تفقد من قيادات سواء قيادات تفقدها بالاقتيال أو بالاعتقال حماس حركة كبيرة ولا يمكن أن تفلح كل هذه الاعتقالات في الإجهاز عليه عموس هاري إيل في إطار الفرضيات التي توردها إسرائيل والصحافة الإسرائيلية والمحللين عموس هاري إيل يقول في مقال له وكاتب سياسي طبعا يقول بأنه ليس من المؤكد أن القيادة السياسية لحركة حماس قد اتخذت قرار بخطف المستوطنين وقال بالحرف قد تكون هذه مبادرة محلية من نشطاء من الخليل أرادوا أن يسجلوا بأسمائهم إنجازا أو أن يضغطوا على إسرائيل كي يستخرجوا منها الإفراج عن سجناء من السجون أنا لا أريد أن أسألك عن هذه الفرضية إذا كانت صحيحة أم لا أريد أن أسألك هل يمكن لنشطاء في حركة حماس أن يتصرفوا أو يقوموا بعملية كبرى كهذه بمعزل عن قرار مركزي من الحركة نحن أخذنا موقف منذ البداية وعدم التعليق على ما حدث وأعتقد أن هذه المقالات والتصرحات الإسرائيلية هي ليست تصرحات بريئة حتى وإن بدأت ذات شكل جميل كلها تحاول أن تستدر معلومات من الحركة مهما بلغت قلتها أو كثرتها وبالتالي نحن ملتزمين بالموقف بعدم تعليق على هذا الموضوع الإسرائيليون يقولون أيضا بأن من المؤكد أن السلطة الفلسطينية تصرح في العلن شيء ولكن سرا تبارك عملية خطف تؤدي إلى تحرير الأسرة هل استمعتم في السر إلى كلام آخر عما نسمعه على الشاشات من السلطة الفلسطينية يعني بكل أسف له وأعتقد أنه حتى لو استمعنا إلى كلام جيد في السر أعتقد أنه ما نسمع عليه في العلن هو كلام مؤذي جدا لأنه التصرحات التي صدرت عن بعض قيادات السلطة حتى اللحظة هو خطورتها أنها توفر غطاء للاحتلال للإسمرار في هذه الجرائم التي ترتكب الآن في الضفة المحتلة حينما نتفاخر بالتنسيق الأمني حينما نقول أنه إذا كان فيما يسمى بعملية اختفاء الثلاثة من سوطنين أو خطفهم أنه هذا كان خطأ ويجب أن يعودوا أنه هذا يدمر قضيتنا أعتقد أنه هذا كلام مؤذي وصادم للغاية ولا يفيد أي من القوى الفلسطينية المستفيد الوحيد من ذلك بقصد أو بدون قصد فقط والاحتلال الإسرائيلي يعني عندما يقول وزير المالية يائر لابيد أن هدف الاعتقالات التي تحصل لحركة حماس أو هدف الحملة الإسرائيلية هو تفكيك حكومة الوحدة الوطنية هل برأيك هذا سيحصل وبالتالي اتفاق المصالحة سيذهب مهب الريح؟ بلا شك أحد الأهداف هو إجهاض حكومة التوافق الوطني ولكن نعتقد أنه هذا أمر مستبعد يعني على الأقل بالنسبة لنا في حماس نحن تمسكون ببقاء هذه الحكومة واستكمال إجراءات المصالحة الفلسطينية واعتقد أن هذه العجلة قد بدأت وليس من السهل أن تعود للخلف في إسرائيل يتكلمون عن ثقب استخباري أدى إلى هذه العملية المفاجئة على رغم أنه حصلت كثيرا فيما سبق محاولات لخطف مستوطنين ولم تنجح أنتم كحركة مقاومة يهمها إضعاف إسرائيل وتحقيق نصر عليها في كثير من المحطات ماذا يكشف لكم هذا الثقب الاستخباري؟ الفشل لدى الشباك في معرفة تطبع مثلا خطى ناشطين يريدون أن يخطفوا مستوطنين ماذا يكشف لكم؟ هل يبرر مثلا ضعفا معينة لدى إسرائيل؟ بلا شك الاحتلال الإسرائيلي صنع حول نفسه هالة كبيرة وهو يحاول أن يفرد نفسه في المنطقة من خلال هذه الهالة جزء من هذه الهالة هي الهالة الأمنية والاستخباراتية ولكن كثير من عمليات المقاومة الفلسطينية أثبتت الفشل الاستخباري ذريع للاحتلال الإسرائيلي وفي غزة بالتحديد كان هناك العديد من الانتصارات الأمنية التي حققتها المقاومة من خلال إحباط مجموعات العملاء كشف واعتقال مجموعات العملاء التابعة للاحتلال وجمع معلومات ضخمة حول طريقة عمل الاحتلال وطريقة التواصل وخطط هذا المحتل وأعتقد أنه نعم هذه الهالة التي يصنعها الاحتلال الهالة الأمنية ليست في مكانها دكتور أبو زهري أريد أن أختم معك بسؤال تمت المقارنة بين ما حصل من خطف مستوطنين والخطف الذي قامت به بوكو حرام في نيجيريا للبنات برأيك لماذا هذه المقارنة؟ ما الذي ترميه إسرائيل من خلالها؟ كم هو حجم الأذية الدولية ربما التي تريد أن توجهه إسرائيل للمقاومة؟ الاحتلال يحاول أن يؤثر على الرأي العام الدولي من خلال القول أن هناك خطف لمجموعة من الفتيان وأن يسدر العطف والمشاعر الدولية لكن نحن نريد أن نذكر العالم هؤلاء المستوطنين هؤلاء المستوطنين الذين على الأقل في الاتحاد الأوروب اتخذت قرارات عديدة ضدهم وضد مستوطناتهم نريد أن نذكر أن في اللحظة التي يتباكى فيها نتنياهو على اختفاء ثلاثة من مستوطني هناك آلاف الأسرى المقتطفين فعلا في سجون الاحتلال ليسوا ثلاثة على الأقل خمسة آلاف أسير فلسطيني بعضهم معرض للموت في كل لحظة بعد ما يقارب شهرين من الأدراب المفتوعة عن الطعام بالتالي الاحتلال هو آخر من يتحدث عن ذلك ولذلك نحن ندعو أصلا قيادات الفلسطينية وتحديدا في قيادة السلطة أن تركز على الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين وضد شعبنا طبعا لأن هذا هو جوهر الأزمة المشكلة هي في الاحتلال وليس في شعبنا الذي يدافع عن نفسه في مواجهة هذا المحتلل دكتور أبو زهري هل سنسمع قريبا أخبار عن ربما عمليات لتبادل أسرى بعد هذه العملية لا أعلم شكرا لك دكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس كنت معنا من قطاع غزة شكرا على اندمامك لنا في خلف الجدار مشاهدينا سنعود لنتابع برنامجنا طبقة لدينا محور أخير وهو المحور الفلسطيني تابعونا في خلف الجدار بعد قليل كنت عضواً في الكنيسة لسبع ولايات كان لي شرف أن أكون رئيسا هذا البيت مرتين وكان لي شرف حماية الآليات المناسبة للنقاش والحوار اكسير الحياة الديمقراطية الإسرائيلية مجدداً أهلاً بكم إلى خلف الجدار اختار بعض النواب العرب تحديداً أربعة نواب في الكنيسة التصويت لمرشح ليكود رأوفين ريفلين لانتخابات الرئاسة وهو طبعاً قد فاز فيها التي جرت الأسبوع الماضي كان مفاجئاً أن تعطى أصوات العرب لرجل يمني يعرف بتطرفه لماذا فضل النواب العرب رأوفين ريفلين هل العلاقات الشخصية أي دور هل يحاولون مثلاً إضعف نتنياهو عبر التصويت لغريمه هل حصلوا على مقابل لهذه الأصوات السمينة الراجحة بالنسبة لريفلين كل هذه الأسئلة سنترحها الآن على دكتور حنى سويد وهو النائب العربي في الكنيسة عن جبهة ديمقراطية للسلام والمساواة ينضم إلينا من الناصرة أهلاً بك دكتور سويد قبل أن نبدأ معك الحوار سنذهب لنعرف ماذا حصل في هذا التصويت في تقرير لهنى محمد خلفاً لشمع بارس ذي المسيرة السياسية الطويلة جداً انتو خبار بريفلين قبل أقل من أسبوعين ليكون رئيس الدولة الإسرائيلية العاشرة لمدة سبع سنوات ريفلين عضو الليكود البارس فاز على أربعة منافسيه خلال جولتين في الثانية انتصر بثلاثة وستين صوتاً وفارق عشرة أصوات عن منافسه مئير شطريت عضو الكنيسة عن حزبها اتنعاء أو الحركة ثقة الجمهور بعملية انتخاب رئيس الدولة تلقت ضربة قاسية ومن واجبنا وواجب الجميع الكنيسة والمؤسسة الإسرائيلية أن تعيد تقويمه وإرجاعه رئيس الدولة الإسرائيلي الجديد معروف بمواقفه اليمينية المتشددة لا سيما فيما يخص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحرير الأسرى الفلسطينيين لكن ورغم كون القانون الإسرائيلي يمنح رئيس الدولة صلاحية العفو عن الأسرى تشير تقديرات أنه حاز على أصوات عدد من النواب العربي في الكنيسة أصوات كانت حاسمة في المعركة الانتخابية المعروف عن ريفل ريفلين منذ انتخابه في عام 88 حتى اليوم أنه إنسان يميني متطرف وموقفه وواضح هو موقف دولة إسرائيل الكبرى الأحزاب اليمنية المتطرفة التي قامت في دعم ريفلين قامت على قاعدة أنه سيحيي وسيعمل على قضية المستوطنات وتقوية الاستقام في الأراضي الفلسطينية صلاحيات الرئيس الإسرائيلي محدودة وفخرية بالمجمل وقد يكون هذا ما يدفع بالنواب العرب في الكنيسة للمشاركة أساسا في هذه الانتخابات واختيار شخصيات لربما تربطهم بها مصالح ووعود سياسية أو غيرها من الاعتبارات دكتور حنى سويد أنت لم تجيب قبلا إلى من صوت في الكنيسة ولكن أنا أريد أن أحاول من جديد أن أسألك لمن أعطيت صوتك خصوصا أننا نعرف أن أيضا الجبهة الديمقراطية لم يكن لديها رأي موحد في الجولة الثانية بين شطريت ورفلين باستطاعة القول بكل تأكيد أنني لست من بين الأربعة الذين أشرتهم إليهم يعني صوت لشطريت بأنهم صوتوا لرئيس الدولة المنتخب ريفلين لا ليس بالضرورة لم أصوت لريفلين بالتأكيد ولم أصوت لشطريت في الجولة الثانية يعني ورقة بيضاء هذا طبعا يدل على أنه بالحقيق صحيح هذا ما قمت بإدلاء صوتي بشكل محايد لم أرى ولم تجذبني الفروق التي يدعي البعض أنها تميز ريفلين على شطريت ولكن هذا يعكس بالتأكيد ما ذكرتم في التقرير بأن انتخابات رئيس الدولة لم تحظى بذلك الاهتمام الكبير بين النواب العرب في الكنيسة على اعتبار أنه رئيس الدولة في إسرائيل يمتلك مهام فخري وصلاحيات رمزية فقط وهو يحسب أو وعمليا يحسب على ما فعله في الماضي وليس على ما سيفعله في المستقبل رئاسة الدولة في إسرائيل هي منصب رمزي وتعطى عالة لمن أدى أو أبلاء بلاء حسنا في خدمة المؤسسة الإسرائيلية ما الذي فعله ريفلين في الماضي ليستحق أن يأخذ أصوات أربعة نواب عرب وهو المتطرف يعني هل مثلا زيرته لأم الفحم أو علاقته الجيدة مع الفلسطينيين العرب كما معروف عنه قد دفعت بهؤلاء الأربعة أعضاء كناسة إلى التصويت له يعني أنا في هذا المجال فقط أعطي تحليل لأني كما ذكرت لم أصوت لريفلين وكان من الأجدر أن تجرى المقابلة معها نصوت لريفلين طب بالتحليل دكتور سويت ولكن أعتقد أن ريفلين حقيقة كرئيس للكنيسة نعم نعم ريفلين أشغل منصب رئاسة الكنيسة لفترتين متتاليتين وفي خلال هذه الفترة تعامل بشكل ديمقراطي حر مفتوح مع نواب العرب في الكنيسة وهو يجاهر ويقول بكل وضوح وبكل صراحة أنه مع الديمقراطية الإسرائيلية هو يعني يعتبر الديمقراطية الإسرائيلية ديمقراطية متقدمة على الأقل بالمقارنة مع ما هو متبع ومعروف في الشرق الأوسط هو يؤكد على حق النواب العرب في الكنيسة بإبداء رأيهم ومواقفهم السياسية حتى لو كانت مغايرة لمواقف المؤسسة الرسمية في البلاد فلذلك حظي وطبعا بالإضافة إلى علاقات شخصية مع أعضاء الكنيسة العرب بالإضافة إلى أنه مثلا رأى من المناسب كما ذكر أيضا زيارة أم الفحم وذلك بعد أن خطط بعض غلات اليمينيين زيارة أم الفحم للتحرش بسكانها وبأهلها اختار ريفلين كرئيس للكنيسة أن يزور أم الفحم حتى يعني يظهر موقف آخر ودود ومؤيد لأهالي أم الفحم ومستنكر لهذا الاستفزاز الذي أراد اليمين أن يظهره تجاه أهالي أم الفحم على هذه الأمور اعتبر ريفلين على أنه إنسان يعني على الأقل رغم أنه يميني وأنه ضد حل الدولتين مثلا ومن رجالات إسرائيل الكبرى الموحدة باعتقاد ريفلين ومن أواخر من ما زال يعتقد أن الأردن هو جزء من فلسطين الكبرى وأنها حق كلها للشعب اليهودي ولكن كما قلت هناك من يعتبر انفتاحه وتباهيه بتأييد الديمقراطية أنه ورقة كافية أو أنه موقف كافي من أجل دعمه وتأييده هل يمكن لهذا الرجل أن بالنسبة لمن يده هل هناك وعود طبعا أنت لا أدري إذا كنت تعرف أنت لم تصوت له ولكن هل برأيك مثلا أعطى وعود بحل المستوطناتك بس معنا إلى المحلل في التقرير حل المستوطنات حل أشكاليات المستوطنين هل يمكن أن يكون قد أعطى وعود على رغم بأن موقعه لا يسمح له بأن ينفذ ما يوعد به صحيح كما قلنا أنه صلاحياته هي صلاحيات رمزية وفخري ولا يحق له أن يتدخل في هذه القضايا السياسية الكبرى ولا أعتقد ولا بأي شكل من الأشكال أنه وعد بأن يحل مستوطنات أو أن ينسحب من مستوطنات بالعكس تماما ومن يعتقدون كما قلت بأرض إسرائيل الكبرى يؤمنون بها يؤمنون بحق الشعب اليهودي بالاستيطان في كافة أرجاء فلسطين فأنا أستبعد جدا أن يكون حتى تفوها ولو بشبه كلمات يعني بأضغاف كلمات في هذا المجال فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الدولة في العفو عن السجناء أيضا لا أعتقد أنه هذا يمت بأي صلة إلى العفو عن سجناء فلسطينيين ربما يعني في قضايا داخلي ربما أنه يكون لديه وجهة نظر في أنه يجب التعامل مع العرب بمساواة وبما في ذلك السجناء العرب دعيني أن أؤكد أيضا في هذا المجال على أنه بعد انسحاب بن يمين بن العزر وهو كان مرشح حزب العمل في انتخابات رئاسة الدولة المنافسة على رئاسة الدولة أصبحت المنافسة هي المهمة وليست النتيجة هي المهمة على اعتبار أنه بن العزر كان مرشح للمعارضة وريفلين بشكل أو بآخر كان مرشح لإتلاف الحكومي ولو شبه ذلك يعني رغم أنه نتنياهو تأييده لريفلين كان أيضا تأييد مشكوك به إلا أنه بعد انسحاب بن العزر لم يكن هناك مرشح للمعارضة أبدا كل المرشحين كانوا إما من الائتلاف أو من شخصيات غير سياسية أبدا فلذلك انتخاب الرئيس في نهاية الأمر كان وفق مواقف ليست سياسية وإنما شخصية بحتي يعني من سوت من النواب العرب هو علاقة به مثلا معروف أن النائب أحمد طيب هو علاقة شخصية جيدة تربطه بريفلين هناك كما ذكرت بعض النواب العرب الذين تربطهم بريفلين علاقات خاصة أريد أن أضيف إلى هذا القضية أيضا أن ريفلين في الامتحان الذي سبق عملية الانتخاب وهي الرصيد الجماهيري والإداء الجماهيري ونظافة اليد للمرشحين قبل الانتخاب نعرف أن بعض المرشحين تكشفت حولهم أمور لم تكن معروفة من ناحية ممارسات فساد وفضائح وما إلى ذلك ريفلين كان من بين السياسيين الذين لم يتضح أنهم تورطوا سابقا في مثل هذه الفضائح فلذلك كانت ورقته راجحة بالنسبة لغيره من المرشحين من المعترك السياسي رغم أنه كان مرشحين هناك ليسوا حزبيين وليسوا سياسيين مطلقا ولكنهم لم يحظوا بتأييد النواب في الكليسة دكتور حنس ويد لأختم معك هذا المحور ولنجمل الموضوع بإطار أوسع هل هناك تفريق لدى الفلسطينيين في أراضي 48 بين مؤسسة الرئاسة ورئاسة الحكومة هل هناك تفضيل لمؤسسة على أخرى يشعرون بتعاطف مؤسسة معهم أكثر من أخرى كما قلت سابقا رئيس الدولة في إسرائيل هو حسب تعريف مؤسسة رئاسة الدولة هو يجب أن يكون شخصية موحدة وشخصية ذات علاقة وثيقة مع كافة مركبات المجتمع الإسرائيلي ومن هذه الجزئية تعتبر مؤسسة الرئاسة أنها قريبة من كافة شرائح المواطنين طبعا هذه تمنيات نحن نعرف أنه شخصية مثل بيريس رغم أنه تحاك حوله هالي من أنه رجل السلام ولكن إداءه وعلاقاته مع المواطنين العرب وعلى المجتمع العربي بشكل عام خلال فترة رئاسة لم تكن متميزة وإنما أمضى وقته أغلبه في تسويق السياسات الإسرائيلية وإسرائيل بشكل عام في العالم دعيني فقط أؤكد على مدلول سياسي نعم نعم تفضل تفضل سريعا لو سمحت مدلول سياسي هام مدلول سياسي هام من انتخابات الرئاسة بأنه باعتقادي أنه انتخاب ريفلين هو بداية أفول نجم نتنياهو كصاحب القول الفصل في السياسة الداخلية في إسرائيل بشكل واضح جدا ريفلين انتخب رغما عن نتنياهو نعم نعم رغما عن نتنياهو نتنياهو لم يرغب في أن يكون ريفلين رئيس الدولي وانتخابه هو مؤشر على أنه حتى يعني سطوة نتنياهو في الليكود نفسها زالت وانتهت وهناك الآن يعني انفتاح نحو توجهات جديدة دكتور سويد هل تعتقد أن يعني الآن الموقع الجديد لرأوفين ريفلين اليميني اليكودي المتطرف الرافض لحل الدولتين الموقع الجديد في الرئاسة يسمح له بأن يدعى إلى الاحتفالات احتفالات الذكرى السنوية لمجزرة كفر قاسم مثلا لأنه سيدعى إليها وسيزورها هو باعتقادي إذا دعي ربما سيلبي هذه الدعوة من معرفة بمواقفه عندما كانت تطرح قضية كفر قاسم الجبهة الديمقراطية سنويا تطرح هذه القضية وطبعا كتل عربية أخرى تطرح هذا الموضوع ريفلين كان يؤكد على أهمية دروس كفر قاسم من ناحية الأوامر الغير قانونية المساواة وضرورة التعامل مع المواطنين العرب بشكل عام وعدم استعمال العنف والقوة والإرهاب ضد المواطنين العرب فباعتقادي ربما أنه سيستجيب لدعوة من هذا النوع شكرا لك دكتور حنى سويد النائب في الكنيسة عن جبهة ديمقراطية للسلام والمساواة كنت معنا من الناصرة وأنتم أيضا مشاهدين أينما كنتم تتابعون خلف الجدار نشكركم على المتابعة نذكركم بالاتصال أو بالتواصل مع خلف الجدار عبر مواقع التواصل الاجتماعية والإيميل إلى اللقاء اشتركوا في القناة